بداية نتكلم عن اختراع اسمه الأوزون الأوزون يمكن نتكلمنا عنه كذا مرة لكن دايما هنفضل نتكلم عنه لغاية ما يبقى شيء طبيعي في حياتنا ومتعودين عليه العلاج بالأوزون هو علاج بالغاز طب ايه هو غاز الأوزون وبيعمل ايه في جسمنا وازال نقدر نتعالج به وهل فعلا بيعالج الأمراض المستعصية هل بيعالج مرض السكر هل بيعالج مرض السرطان اللي نعرفه والاسمان عنه ان في بعض مستشفات الأورام في جهاز الأوزون بيعالجوا به المرضى لكن هل هو ما قبل العلاج أما بعد وبيعالج أي الأمراض اللي احنا بنسمع عنها حاجات كتير جدا غامضة حاجات كتير جدا مش عارفين عنها حاجة هنحاول نعرف مع الدكتور طارق التنبولي سكرتير الجامعية المصرية لعلاج بالأوزون والطب التكميلي مساء الخير يا فاني مساء الخير سيدي زي حضرت الحمد لله طبعا يعني زي ما حداك سمعني يعني فيه غموط كتير وفيه يعني ما يصار حول الأوزون هل هو صح هل هو غلط طب ايه هو غاز الأوزون طب الغاز ده انتوا جايبين ومنين وحنا عندنا ناصر الغاز في اله من على بعد 25 كيلو من سطح الأرض طبقة الأوزون الطبيعية بتتكون فوق 25 كيلو استراتوسفير وده بتتكون نتيجة أشعة الشمس بتكسر الجزيئات بتاعت الأكسوجين اللي هي اتنينات وتبدأ منفاردة وترجع تلتقي ثلاثات وأربعات فده تتكون طبقة الأوزون التي تحمينها من مضار الشمس وليس العكس فسقب الأوزون اللي بتكلم عليه المضر هو سقب لعدم وجود طبقة الأوزون آه يعني سقب الأوزون اللي حنت نتكلم عليه وانه هو إزاي والشمس بدلせて بقى فيها أمراض ولازم نحط واقي شمس بسبب طبقة الأوزون انه ما فيش طبقة الأوزون وعلى الناسن Hurricane معلومة ان طبقة الأوزون بتتكون في أثناء النهار وتختفي بالليل لانها بتتكون نتيجة الشمس نتيجة الشمس ومنتشرة على مستوى عدة كيلومترات لكن لو عملنا لها ضغط هتكون من 1 إلى 2 3 ملي بالكتير أوي حوالين طبقة الغلاف الجوي بتاعنا يعني هي طبقة غلاف جوي الأزون أنتوا زي بتجيبوها وتعالجوا بها الناس يعني بتستجلبوها زي تمام الأزون الطبي غير الأزون الصناعي الأزون الصناعي بأخذ الهواء ودي له فولت عالي كهربة عالية يحول الأكسجين اللي موجود في الهواء إلى أوسري أو أوسري حاجات اللي بنقرأها أيام المدرسة دي أوسري تقسمتها القصة فيروسان احنا بنمسك الأكسجين الطبي الأستوانة بتاعته بناخد منها أمبوبة تمرر لي الأكسجين في جهاز هذا الجهاز هو الأزون جينريتور مولد الأزون نعم طبقاً اللي أنا محتاجه أنا محتاج تركيز ربع في المية نصف في المية واحد في المية اثنين في المية أكثر تقدير خمسة في المية للحاجات البروح الخارجية وبذبط الجهاز يطلع لي أكسجين فيه واحد في المية أوزون يعني أوتو أكسجين مع أزون مع أزون طب إحنا ياسمين نشوف الصور معنا برضو نشوف الجهاز شكله إيه جهاز الأزون اللي احنا بندخل جوادة اللي أنحياناً الواحد اللي حتى بيروح يعمل إشاء على هي الكاملة دي اللي هو تدخل جوا الجهاز فبتحس بالرعب لكن نشوف الصور اللي معنا اللي هي صور العلاج لكن حضرت بتقول واحد في المية أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ماكسيمة وخمسة في المية خارجية يعني إمتى الدكتور المتخصص حضرتك يقرر أن أنا أدي لفلان ده اثنين في المية أو ثلاثة في المية بتختلف تبقى للسن تبقى للوزدة تبقى للمرض نعم فأنا على أدوء هذا أنا بحدد أن أدي له هذا التركيز طيب خلينا بعد نبتدي نتكلم في الأمراض اللي بيعليجها الأزون مدام تبقى للمرض تبقى للمرض أول حاجة وهو البديع فيها الأزون هي الأوعية الدموية والشهورية دموية ده نمرة واحد فإحنا لما نقول مين بيحسن الدورة الدموية على مستوى الأدوية على مستوى الحاجات الطبيعية يطلع نمرة واحد الأزون وهذا كلام مش لمجرد أن أنا بشتغل في الأزون ده كلام تم إثباته في رسالة الدكتوراه في جامعة عين شمس في قسم الفيسيولوجي جابوا الفران وقفلوا لهم الشرين الرئيسي بتاع الفخت لما تقفل وبدأوا كل مجموعة يعالجوها بحاجة طلع نمرة واحد فيهم الأزون اللي بيفتح لنا أوعية دموية جديدة سليمة يعني هم قفلوا الشريان الرئيسي اللي بيغزي عضلة الفخت وابتدى الأزون يشغل شرايين تانية فرعيات والكلات راليسديات هي لما مريض القلب يحصل له جلطة في القلب يبدأ زمان قبل الدعمات وقبل القصة دي كان يفضل الدكتور يقول له خليك مستريح في السرير ما تتحركش وغاية ما الدنيا ما تثبت وتهدأ وكله تمام يقول له بقى حقيقة عايزك تمشي لي كل يوم ساعة عشان نفتح الكولاترالز الأزون يفتح هذه الكولاترالز بدون أي مشاكل يعني نقدر نقول أن مثلا الجهاز لازم يكون حتى في مستشرات القلب أن واحد لسه عامل عملية مثلا توسيع شريان تركيب دعامة فمجرد أنهما يدخل الجهاز جلسة أو جلستين أكيد أنه مثلا قعد فترة نقاها في البيت لمدة شهر هو على الفكرة مش هيدخل في الجهاز هو الجهاز يولد لي كمية من الغاز أنا أدهاله تدهاله عن طريق فان ولا سبري لا سبري ممنوع استنشاء الأزون ممنوع ممنوع استنشاء رغم أنه يعالج الربو وحسية الصدر في الأطفال والكبار لكن ممنوع استنشاء هو بيعطى عن طريق عدة طرق أول طريق عن طريق الدم إن أنا أسحب حوالي 100 سنتي دم كأن أنا أتبرع بالدم بس بدل أن أتبرع ب500 سنتي أتبرع ب100 سنتي أضيف لها الأزون ويرجع تاني كأن أنا بعلق محلول ويرجع له تاني يعمل الشغل بتاعه من توسيع الشريين طب هو لما نحن الدم بالأزون هل بيمشي في الجسم كله بقى تاني الأزون ده أم لا فانتقة معينة لأ أنا لما بركب أي محلول أنا مركب محلول أنا في مستشفى مركب محلول دلوقتي بيمشي في الجسم كله كله بيتضخم مع القلب عادي وفي الدورة ده موية عادي طيب تمام أنا عايز أقول بقى فعلا إحنا بقنا في موضة الدعمات أي يعني أنا بمشوفش حد دلوقتي يقول لي أنا مركب ست دعمات عشر دعمات يعني حتى زمان كلنا نسمع كلمة دعمة واحدة نتخض لكن أنا عايز أقول بقى كمان وما يحتم عليها ضميري إن أنا شفت حالات كتير جدا ركب الدعمات بلا داعي خلي بالكل اللي حتى بتفرج علينا مش أي دكتور يقول لك يا لأ ركب دعمة لأن دلوقتي بقت بيزنس يعني دعمة اتنين ثلاثة لفتح باب عمليات وبعد كده عادي جدا بتتقفل وأنه يحط الدعمة في مكان تاني فأصد لأن أنا عرف حالة راحت لدكتور أول دكتور قال ده دعامة على طول راح دكتور تاني اللي همي اللي قالك دعامة الموضوع مش محتاج أي دعامات الموضوع محتاج معرفش الدواء ويوسع بقى يعني أصد أصدر الأصدر حضرتك بتوضح الموضوع ده والأشعات المقطعية اللي بتتعامل برضك على شريني القلب برضك من الحاجات اللي بتوضح هذه القصة طيب نشوف الصور بقى اللي هي الحالات اللي بيتم علاجها من خلال الأزون حضرتك نتيجة أن الأزون مضاد قوي جدا للبكتيريا كأقوى من مضاداتها كثيرة الحيوية فدية حقيقة كان حرق قبل وبعد الأزون نعم حرق صورة دي الحرق شوف حقيقة المنظر يرجع الجلد طبيعي خالح ده حرق إيه ده يا دكتور ده حرق ما عرفش سببه إيه الحقيقة إنما هو يعني الحرق واضح ويبقى حقيقة بعد العلاج بالأزون فده بيتعالج بإننا بندخل إيد المريض دي يتفي كيس ونمرر فيها الأزون بلاس إن أنا بزود وحسنه الدورة دموية إن أنا أديره عن طريق دم أو الطريقة التانية إن أنا وصله لدم عن طريق الشرج الشرج حق الشرج شرج حق زي إن أنا ما باخد لبوس فأنا بحط تيوب وأحقن الأزون يدخل الشريين ويمتص في الدم ويبدأ يعمل الشغل بتاعه دكتور الصورة دي صعبة هي صورة صعبة لكن دي دي أحدى مضاعفات مرض السكر العين يعيني لأن حقيقة مرض السكر الأكثر ناس استفادة من الأزون أيوة السكر ليه مرض العين لأنه يؤثر في كثير من أعضاء الجسم وبذات الأطراب وبيأثر فيها ليه لأنه هو بيبوز شريين الجسم فيأثر علي على العناية أنا كمريض لو أنا مريض سكري بقى أنا عندي يعني ممكن يجيلي جلطة أكتر من حضرتك اللي ما عندك السكر أربع أو خمس أضعاف في الفرصة أن يجيلي جلطة في المخ أو في القلب أو في الرجل وهلوم مجر فالأزون بمناسبة الأزون يعالج السكر الأزون لا يعالج السكر دايما مرض السكر أنا خلي بالك من رجليك بالضبط لأنه دايما بيعمل مشاكل منطقة بعيدة عن المضخة اللي بتضخ الدم اللي بيوصل لنا الأكسوجين ويوصل لنا الغزاء فبيدي الشرايين نتيجة السكر وما يوصلش دم كافي أنا آسف أنا آسف للصور ولكن الصور توضح الإعجاز اللي عمل الأزون إيه بعد حضرتك جروح جروح متقيح صعبة العلاج لم تعالج بمضادات الحيوية ولكن الأزون يقدر يقضي عليها فحضرتك نتكلم على 25 يوم جلسات نوصل لهذه المرحلة ما فيش أي حد يقدر يوصل لقصة دي أنا آسف للصور لكن ده يوضح قوة الأزون في تحسين الدورة دموية صعبة شكلها صعبة يعني ربنا يشفيهم يا رب لكن الزورة دي خلتني أفكر في حالة كانت ناس يعني حالة إنسانية كانوا ميكلميني عليها من الملة تبرعات لكن مش موضوعنا لكن كانت مرمية بمية نار لكن هل ده برضو الأزون يعالج الحالات اللي هي شبه ما يقوس منه لا لأن ده حديث تشوه في الجلد خلاص فده عم يحتاج جراح تجميل أصونا شفت حالات صعبة ويهنا قلت لا حضرك دي قرحة دي قرحة وإصابة بكتيرية واختبارها جزائي فهدنقدر نشتغل عليها لكن المواد التانية حتى الحروق حضرك لما تكون حروق حديثة هي اللي بيقدر الأزون يجيب فيها تأثير كواس أوي أيها أحيانا دلوقتي برضو بنشوف أطفال للأسف مثلا دخلت المطبخ وعليها مياه سخنة زيت سخ فده ممكن برضو الأزون يساعد كواس أوي ويرجع تاني يلتأم ويبقى الجلد كواس أوي والأم والأب ما يحزنوش أوي بالضبط وممكن ما ندخلش في مرحلة نحن نضطر نعمل جرافت نشيل جزء ترقيع وكلام دوات لا ممكن يفيدوا كواس أوي في الحالات دي حديث قلت يا دكتور أننا مثلا مفيد جدا في حالة الشريين وديق الشريين تمام مفيد في حالات أي تاني مفيد في حالات أي تاني وزي ما قلنا السكر برضو والتهبات والقرح التي تيجي نتيجة السكر السكر بيشتغل على الحاجتين أنه السكر بيبوز الشريين والأزون يحسن الشريين فأنا بمنع المضاعفات فيدي الحقيقة الحاجة الأساسية هذا الشغل بتاعه الأساسي أننا أمنع المضاعفات ده شيء جميل بالنسبة للمريد السكر ومن الممكن أنه يقل من كمية الإنسولين اللي بيأخدها أو الأدوية اللي بيأخدها. ولكن تاني الأزون ليس سحر. الأزون جميل جدا في تأثيراته. ممتاز. ولكن مش هيعالج السكر. السكر بلوش. علاج غير الأدوية وغير الإنسولين. لشالناس تبقى واضحة كان لتزبيط السكر. طيب تمام. دكتور كمان على الفيسبوك جت لنا بتقول أنا عندي بعاني من الغدة الدراكية واترابها الشديد جدا وباخد دواء الغدة. بس هل الأزون ممكن يعالجني؟ الأزون ممنوع في إعطاءه في الناس اللي عندهم نشاط في الغدة الدراكية. الأزون منشط عامل جسم. أنا بودي أكسوجين زيادة لكل حتة في الجسم. بفتح الشرايين عشان تغذي كل حتة في الجسم. أغذي جلد بتاع الوش. أغذي داية. أغذي القلب. أغذي عناية. يعني الغدة الدراكية اللي نشاطها زي. ممنوع استخدام الأزون فيها. اللي لو الأزون لو هي عندها ضعف في الغدة. فروق ممكن تاخد أزون ويساعدها. ما هو ممكن تاخد الأزون في مكان تاني في الجسم. ولا هي بتتحين في الغدة. لا لا ما هو بيوصل الدم. يعني ممنوع منع مبتن تاخد الأزون. غدة الدراكية نشطة. وممنوع في الناس اللي عندها أنيميا الفول. أنيميا الفول. وفي تحذير فيه التلات تشهر الأولين في الحمل. أنا بصراحة عن نفسي. أي سيدة حامل. أنا بقول لها مرفوض منع مبتن. أي حاجة في الدنيا لغاية ما تولدي. أنا حاولي لحضرتك بقى. أنا حفدتي وهي في بطن ممتها. مرات إبلي. الدكتور زميلي اللي بيتابعها. قال لي إحنا أسفين حطر قديها. إحنا في آخر الثامن. البنت بقالها مرتين. ما بزيتش غير من 20 ل 30 جرام. وفروق تزيد 150 جرام في الأسابيع الأخرانية. فأنا حتوقف وقديها كورتزون. ونعملها سيزاريان. وقالت له حضرتك توقف عن الكورتزون. وأنا حعليجها بالأزون. قدت لها 10 جلسات وراء بعد حق نشارجي. انتص يدخل الدم. ورحيت له البنت زايدة 300 جرام في بطن ممتها. وكان منها التاسع بالكامل. بقى تزيد الطبيقية تحتها 150 جرام. وولدت الحمد لله. ما بيأثرش ولا لي أي أثار جانبية. خالص حضرتك. أنا من دي ون الطفل يتولد. حدرتك جدا يعني. أكيد أكتر حد خايف عليها. بالظبط كده. تعرف حدرتك كم حالة عندنا بيتولدوا في مصر. يدخلوا حضنات بسبب عدم اكتمال الجنين. بالظبط. كم حالة الأم والأب بيعانوا. والطفل بيعاني. وبيحصل في حالات وفاة جديد جدا. وأحيانا فيه أهل بيبيع وعافش بيتهم. عشان يدفعوا فلوس المستشفيات والحضنات. فقد إيه. دي أحد مشاكل أمراض النساء والولادة. حضرتك اللي هو ضحف الدورة الدموية في المشيمة. فمتوصلش غزة كافية للجنين. وفي نفس الوقت الجنين بيعتمد على الأم أنها تخلصوا من الفضلات. نعم. ونواتك الفضلات بتاعته بيروح على الكيلة بتاعت الأم اللي تخلصها. طب حديك قلت أنها أنتها من خلال الشرج. طب نشوف الصور برضو إزاي بنحقن الأزون من خلال الشرج. ده حديك ده تمثال بسيط كده. تيوب رفايع بتاع أسطارة رفايع جدا. بتدخل الشرج لمسافة 2 سنتي. وبعدين بسرنجة مليانة غاز الأزون. بنبدأ نحقنها ببطء شديد. تمتصم الأمعاء وتدخل الدم. طريقة بسيطة وسهلة أسهل من سحب الدم وإرجاعه. طريقة الحقيقة عبقرية. طريقة عبقرية وبسيطة في أي سن قد رديها من يوم واحد. دي حضرتك اللو باكبين. ألم أسفل الظهر. كلنا بنعاني من ألم في الظهر. الصورة دي والإيدين دي بتاع دكتور ألماني من أصل عرائي. الدكتور زياد فاهمي. ده حضرتك متخصص في الروماتولوجي في ألمانيا. ويعالج الناس بالأزون في الألماني. روماتولوجي اللي هو روماتويد؟ روماتويد والروماتيزم وكل الحيك القسل. فده حيك بيعالج خشونة الرجبتين. يحقن داخل المفصل الرجبة. خشونة الكتف وما يسمى بالفروزن شولدر. برضك بنحقن داخل نفس الكافيتي بتاع المفصل. يعني ده متخصص بس في الأمراض الروماتيزمية والروماتويد. وكل هذا التخصص وأسفل الظهر. في 12 ألف دكتور في ألمانيا بيستعمل الأزون في تخصصات مختلفة. 12 ألف دكتور بيستخدم الأزون في تخصصات مختلفة. معنا صورة تانية. ده حضرتك الكاب اللي فوق دي تلعى الرجبة. في جرح على الرجبة. فإحنا حطين الكاب دي يمر عليها الأزون. والزيادة تمر ترجع تاني لجاز عشان نتخلص منها. يبقى أنا مررت الغاز عليها. يبقى بحيث أن الجرح اللي موجود ده هو فوق. اللي تحت حضرتك دي قدم سكري أو جرح في القدم. وبتدخل فيه زي الكيس ده. وبرضا يمر عليها الأزون عشان يموت البكتيريا. ويخلصنا منها ويرجع نتخلص منه تاني. طيب دكتور دلوقتي فيه برضو شكاوى كتير جدا عن خشونة الرجبتين. وآلام الركب. وخشونة المفاصل. يعني أحيانا يمكن دايما إحنا موضوعاتنا كتير عن السمنة. فدايما الشكوى الأولى والوحيدة في السمنة. إن هي الستة بتدخن جدا لأنها مش قادرة تتحرك. ودايما الدكتور السمنة يقول لها لازم تعمل رياضة. يعني فيه بتبقى حلقة هي بتلف فيها. لا عرفها تخس ولا عرفها تدخن. لا هو في حضرتك القصة دي فيها حاجتين. طبعا زمان كانوا بيقولوا كل كيلو زيادة في الوزن بيحمل 2 كيلو على الركب. ويطلع واحد الحقيقة محترم جدا قال لا ده بيحمل 4 كيلو على الركب. ده 2 كيلو لما أنا بقى واقف على رجلي الاتنين. إنما أنا بمشي برفع رجلي بأن الـ 4 كيلو متحملين على الرجل اليمين. وبعدين رفعت اليمين بقت الشمال بتحملها الـ 4 كيلو. فأنا في حضرتك تدريبات رياضية موجودة تتعامل اليمين. للناس مثلا واحدة عنده شال الأطفال. واحد قعيد عنده شالة نصفي. فبيعن اللي الركبها بتجحها ومش قادرة تمشي ومش قادرة تمارس الرياضة. وهي قاعدة بتعمل تدريبات. إبقى أنا ساعدتها على الحق. نمرة اتنين يدخل هنا حقيقة بقى الأجهزة. وما يسمى بالميزو سيربي. الحاجات اللي بتدوي بالدهون. ثم تساعدنا مع الضايت إن إحنا نحرق دون وننزل في الوزن وننزل في الحجم بتاعنا. فدلنا نتغلب على قصة إنها مش قادرة تمشي غاية ما تنزل في الوزن. ونبدأ نتحرك تاني عشان نقدر نحرقك. طيب بس يعني نعتبر الأزون ما بيعالكش خشونة الركبة. لا بيعالك خشونة الركبة. يعني لو خلدت جلسة أو جلسة ممكن تمشي على البيتزي الأول. هو كورس حقيقي بحوالي 12 جلسة. من 12 إلى 18 جلسة على حسب شدة هذا الالتهاب اللي موجود في الركبتين. فإنما تقدر تمشي بيها. ومن الممكن برضك إنها لما بتدخل سونا الأزون أو تتحين الأزون موضعي. ده بيساعد على إزابية الدهون. طيب دكتور هل فيه سن معين مثلا لحقن الركب أو الظهر أو أي. ولا فيه يعني سن قانوني. يقولك لا لا يقل عن 40 لا يقل عن 30 أي سن أطفال. حددتك قلت خلاص ده طفل في بطنها. بس أنا ما فيهش حد بيصد في ضهر يعني بيبقى الظهر عمتا بيبقى أربعينات وخمسينات. يعني بدأ يظهر في الناس في السن الثلاثينات دلوقتي. نمى أربعينات وخمسينات من عدم ممارسطنا للرياضة والقاعدة وننزل نركب العربية وهلوم مجرى ما فيهش حركة. إحنا طبعا يعني في العادي بيقولونا بينصحونا نحن نروح ساونا وأن الساونا بتحفز الجسم وتحرك الدورة الدموية. وروح الجام ودخولي الساونا يعني دايما دايما طلب من أي دكتور بشوفه. لكن ساونات الأزون شيء مختلف برضو نشوف سور مع بعض ساونات الأزون إيه هي ساونات الأزون. هي مجازا الحقيقة بتتسمى ساونات الأزون الساونات معتاد إنها وأنا بأخذ في قوضة جافة وبيدخل حرارة عالية. فبتحسن للدورة الدموية وبدأ أعرق وكده الكبينة ديت هي كبينة بخار ماي بترتفع درجة الحرارة تبقى لما يستطيع المريض أنه يستحملها. ممكن على 38 درجة ممكن 39 ممكن 40 كل واحدة حسب ما يتحمل. لا ما يتخنقش لأنه هو راس الطعب بره. اتفقنا أنه ممنوع استنشاء الأزون فراس الطعب بره وبنلف في فوطة حيث البوسي الكبينة في حتة مدورة فوق في الباب المفتوح دوت لما تنزل تبقى حوالي رقابتها. ونحط فوطة حواليها بحيث ما يطلعش بخار المياه المحمد بالأزون. يدخل بخار المياه يعمل لي توسيع للشرايين بتاعت الجلد بعدين نضخ الأزون يتم امتصاصه عن طريق الجلد وكأن الفوطة حواليها حوالي رقابتها وبيتتسخن الأزون ونبدأ نضغط الأزون جواه. فيقوم أنا مع البخار المياه وجود الأزون كأنها لفت حوالي التراك حوالي ست مرات. ست مرات في خلال تلتساعة. والجهاز ده أنا أقدر أتحكم في حرارته يعني إفرد كان سخنة قوي أنا جسمي حساس مثلا. بالضبط كده بالضبط كده حاكي المباريضة المباريضة الموجودة ومحترفة لأ نقل الحرارة غاد ما اللي أنت بتقداري تقبليها. وهو معتاد يعني من 38 ده حرج اسمنا 37 فمن 38 ده دافئ لغاية 42 تاعة 40 كل واحد على حسب ما يقدر يتحمل. طيب دكتور عندنا سؤال برضو على الفيسبوك بيكلم عن الزيبة الحمرة وده مرض مناعي خطير. تمام. فسؤال طبعا أنا عارف أن ده سؤال أكيد مريض عنده أمل في الحياة. هل برضو الأزون يقدر يعالج الزيبة الحمرة؟ الأزون منظم للجهاز المناعي فمن الممكن أن يحسن أي حالة من حالات اللي مش هيشفيه تماما ولكن حيحسنه بدرجة جيدة. مع بقية العلاجات اللي هو بياخدها هيبقى قصة ممتازة جدا. طيب وبالنسبة لأورام السرطانية مثلا. هو علاج تكميلي في الأورام السرطانية فهو يتاخد ما قبل وأثناء إعطاء العلاج الكيميوي. فيمنع المضاعفات تماما ويقللها جدا جدا ما يقعش الشعر. وحتى أن الجهاز المناعي بتاع الجسم نتيجة العلاج الكيميوي بينزل. لا الأزون بيرفع المناع بتاع الجسم فما يخلاش تخبط لمستويات خطيرة. فبالكده يقدر أتكامل مع القصة بتاع العلاج الكيميوي وأساعد المريض أنه ما يفقتش. دكتور برضو فيه سؤال جاي لنا بيقول طب أنا إنسان طبيعي جدا عندي 45 سنة ما بعنيش الحمد لله من أي أمراض. لكن عايزة عرف مفهوض الجلسة تتعمل الطبيعي للإنسان الطبيعي. يعني كم مرة في الشهر ولا كم مرة في السنة ده للوقاية بس. للوقاية فقط احنا بنعمل كورس 12 جلسة. ممكن يكرروا كل 6 شهر أو كل سنة. طبعا أنه لا يوجد أي مشاكل بالنسبة له. في السن الكبير بنقول يا جماعة لو سمحتوا استمروا. فبتتكرر كل من 4 شهور ل 6 شهور أو تتعمل مرة كل أسبوعين. يعني الملكة الأم في إنجلترا اللي ماتت فوق 100 سنة كان بتاخد حقن شارجي مرة كل أسبوعين. بعد ما خدت كورسين متكاملين بعد كده في طول حياتها لغاية ما توفت. ياه؟ دي معلومة أكيدة؟ ده أكيد. معلومة أكيدة؟ ده أكيدة دي متصورة متصورة في جريدة ألماني ومتصورة وعندي الصورة بتاعته في جريدة ألماني. ومتعاد تعليق على أن الملكة الأم في إنجلترا بتاخد الأزون عن طريق الحين الشارجي مرة كل أسبوعين. وده بقى له قد إيه بقى؟ ده الأزون ده طالع بقى بقى له سنين على كده؟ لا الأزون حضرتك من بدايات القرن طبياً انتشر جامد إنما هو موجود من سنة 1867. ده اكتشافه. نعم. إنما اشتهر قوي في بدايات القرن وبداية الحرب العالمية الأولى. لما بدأ الجروح بتاعت الجنود اللي هم على قمم الجبال بقوا بتبقى الأمطار معبقة بالأزون. فكانوا بيغسلوا لهم الجروح لقوا إن هي أحسن من الحاجات الأخرى اللي بيستخدموها لتنظيف الجرح. ومن هنا بدأوا يبصوا للأزون كمضاد حيوي كقتل للبكتيريا والفيروسات. واكتشفوك محد الصدفة يعني الموضوع يعني كانوش فاهمين إن ده طبعاً علاج يعني. واحدة واحدة بدأوا يلاقوا فيه ريحة مميزة لي هي ريحة تاعته مش حيلو عامة زي ريحة زفارة البحر حالف عاجة روحي على البحر كانت شمية زفارة السمك. هو فيه سمك ليه زفارة تطلع من المياه. هي دي ريحة الحقيقة الأزون نتيجة حركة بتاعت الأمواج فبتكسر الأكسوجين اللي موجود. عشان كده الواحد لما بيكون واقف على البحر يقول لك استنشق وخد نفس عميق بيحس براحة. يحس إن جسمه كله تحس إن استرخاء وبقى عنده نشاط يعني فعلاً هو بيشم أزون يعني هي دي بقى المعلومة هم الناس مش فاهمة ليه على البحر هم بيبقوا مرتاحين نفسي يعني بيخلل حالة المزاجية عالية جدا. هو حقيقة هو زيادة نسبة الأكسوجين طبعا يعني مدينة زي القايرة النهاردة أنا لا أعتقد أن نسبة الأكسوجين فيها تتعدى 12% اللي هو المفروض إنها تبقى 19% يعني ده طبعاً بيؤدي بنا المرض والإجهات يعني هبنقوم من الصبح تقوم تعبين نايم تعبين رايح الشغل تعبين أيوة حتى النوم يعني بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نمارس التطبيق العلمي على الأذون في مصر بقدر الإمكان يعني إحنا حاك عملنا رسالة ماجستير على المصابين بالاضطرابات في النوم من كبار السن واستعملوا 12 جلسة فقط حق نشارجي كلهم تحسنت مدة النوم بتاعتهم واللي ما تحسنش المدة بتاعت النوم زادت الكواليتي بتاعته تحسنت يعني هو فضل ينام من 4 ساعات ونص أو 5 ساعات فقط لكن بقى يقوم غير مجهد ده نتيجة وصول أكسوجين أكثر لجميع أعضاء الجسم طيب دكتور بالنسبة للكسور للكسور عموما للكسور العظم للحالات الكسور الموجودة هل بيعالج برضو الكسور وأي الكسور لا هو مش هيعالج الكسور إلا هو ممكن يساعد على سرعة الالتقام لأننا حيودي لي غيزة زيادة لما حسن الدورة الدموية للمنطقة دي وكل منطقة في جسم من ضمنها منطقة المكسورة يبقى حودي لي غيزة زيادة أكسوجين زيادة وهو أصلا له تأثير مضاد للالتهاب فهيساعدني في الالتقام أسرع نعم طيب دكتور برضو عندنا سؤال على الفيسبوك أماني أماني بتقول أنا عندي مشاكل كتير جدا مع جوزي وما عندناش توفق جنسي أنا وهو فهل الأزون ده يقدر يعدل الحالة المزاجية في أثناء المعاشرة زوجية بيني وبين جوزي؟ هو الأزون بيحسن المودع في العموم يحسن المودع إنما قصة عدم التوافضية هو نتيجة تحسينه للدهورة دموية فهو يحسن الانتصاب عند الرجل وإنما وفي دراسة بصدد أنها تتعمل برا على أنه يعني يعني الستات اللي وصلوا لسن اليأس أنه يعيد لهم النشاط الجنسي الطبيعي نعم إنما حكيت التوافق دي ما ضرش فيها مناش فيها طيب برضو سؤالين أخي يعني نختم بيهم لكن الجيوب الأنفية سريعا الجيوب الأنفية؟ هل يعالج الأزون الجيوب الأنفية ومشاكل الجيوب الأنفية؟ نوع من أنواع الحساسية والنزلات الشعبية يعني عفوا وحسات الصدر في الأطفال والكبار الأزون يقدر يساعد فيهم بالنسبة كبيرة جدا اللي اتعمل كرسالات في مصر اتعمل واحدة ماجستير واحدة الدكتورة لحسات الصدر في الأطفال وجاب من تنتاج فوق 80% تحسن والجيوب الأنفية التحسن فيها حوالين 70% طيب بالنسبة لارتجاع الأطفال يعني حالات الارتجاع هل برضو الأزون يقدر يفيد فيه ولا ما يفيدش؟ لا 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 طيب تمام إيه الحالات اللي ما يفيدش فيها الأزون خالص؟ للناس اللي قاعدة وبتتفرج وبتسمع الحالات اللي هو نو ويت يجو تعمله أزون احنا زي ما قلنا الأمراض اللي غدة الدرقية نشيطة ده ممنوع ياخد ما هو بقى؟ الممنوعات كله؟ الممنوعات في الأول ثلاثة أشهر في الحمل الممنوعات اللي هو النشاط الزائد للغدة الدرقية الممنوعات اللي عندهم أنيميا الفول دول الثلاثة ممنوع تماما باتا في حاجات أخرى ما يكون واحد كبير قوي في السن وعنده يعني هبوط في القلب شديد وكفاءة القلب قليلة نديله بحذر شديد وحق نشارجه فقط ما قدرش تديله عن طريق الدم أو بكميات بسيطة إنما اللي ممنوع تماما الزهايمر المبكر اللي يمكن أصاب موظم المصريين دلوقتي صغارا وكبارا فيه المفروض دراسة عملت حقيقة في كندا على قصة بتاعت الزهايمر الحقيقة مش متذكر نتيجة بتاعتها من المفروض أنه بيساعد لتحسين الدورة الدموية نعم طيب السؤال الأخير إيه مضاعفات الأزون وهل ليه مضاعفات ولا الأزون مضاعفاته الوحيدة لو تاخد عن طريق الدم من الممكن أن يحصل المادة اللي موجودة في قربة الدم اللي بنسميها ستريت مانعة التجلط لما بسحب الدم بيفضل المادة موجودة عشرة من على تجلط الدم ويأخذوا القربة بالضبط كده تسبب بعض الحساسية عند بعض الناس في أثناء الجلسة فيحس بسخونة ويحس برعشة وتبقى حساسية فبنلحقه طبعا بحاجات مضادة للحساسية والحاجات التي تنقص بديه بس هي الحساسية من القصة ديه دكتور بشكر حدتك جدا دكتور طريق التنبولي مسكرتير الجمعية المسرية اللي عليك بالأزون والطب التكميلي شكرا يا فندم وإن شاء الله يكون لنا جلسات أزونية قريبة إن شاء الله شكرا يا دكتور